نفس الكلام برضو أدوية الشرب أدوية الشرب لو لقيت الأمبر اللونه عمبر شوية كده غالباً برضو ده فوتو سانس المفروض ما تعرضش الشمس الصلاحية بتاعت الشرب وانس ان الغطب تدعي اطلع عليه سكر كده اه ده دي موضوع عارفها انت موضوع دي اه انا محتاج أحافظ ان ما يحصلش فيها الموضوع ده يعني الأدوية للشرب دي لها صلاحية بالتاريخ اللي مكتوب عليها ولا من تاريخ الفتح والاستخدام لها تاريخين يعني هتلاقي جوه في الانسورت في تاريخين في تاريخ لو العلبة ما تفتحتش وفي تاريخ لو العلبة تفتحت فبعد ما تفتحت يقول لك يستهلك في غضون أسبوعين مثلا بعض المضاد الحيوية او في غضون أسبوع الأطارات نفس كلام الأطارات عادة في خلال أسبوع يقول لك لو فتحت الأطارة هي في خلال أسبوع كيف تترم احنا عندنا أطارات في درجة تلاجة بأيها سنة لا هتربت عندنا بس سنين والله بتعيش معاها أمرها من أمري والله نقف بديها غالبا معظم أطارات أسبوع فبالتالي القرية النشرة الدخلية ده معد أبز المجهود في أن أقرأ الأثار الجانبية الأهم أقرأ الطرق الحفظ وطرق درجة الحرارة والصلاحية بعد فتح العبور ده أهم الأثار الجانبية أنا بقول للناس دايما اللي هتقراه هيجي لك لأن الأصل النفسي الأصل النفسي عالي جدا في الأثار الجانبية